سلام عليكم وده طوله ولكن الاهل رفضوا لأسباب عدة وقصروا ان البنت لازم تتجوز واحد هما اللي جايبينه البنت اللي الوقتي ما كانتش عارفة تفكر ان هي ترضي اهلها ولا ترضي قلبها ولكن في المجمل بعد مرضت اهلها في الآخر اللي فجأت ان الشخص اللي كانوا جايبينه اللي كان مبادر عليه صفات معينة في بداية الخطوبة اظهر جميع الصفات السيئة بعد شهر من الجواز اللي طلعت تتكلم ودخلت محكمة الاسرة وقالت على كل حاجة منها الجملة اللي اصرت فيها اللي انا اخدتك بس علشان في يوم من الايام ما كنتيش عايزاني واصريت ان انت تيجي واجيبك لغاية عندي وحطك تحت رجلي وبعدها على طول اللي انت يا عايزاني هرميكي البنت اللي المفروض ان الكبرياء اللي كان فيها كان كبير جدا ولكن الجملة دي اللي اصرت فيها وضربتها ضربت سهم زي ما بيقولوا جوه قلبها حتى لو ما كانش موجود الحب ولكن تأكدت كمان ان في الوقت ده مش هيبقى موجود اطفال بعد فترة معينة الاهل اللي حاولوا انه هما يدخلوا في الموضوع ولكن ما عارفوش يؤثروا عليها لان هي اخدت قرارها بعد تفكير دام اقل من ثلاثة او اربع ساعات على حسب كلامها الاهانة التجاهل ساعات ممكن كان يبقى فيه ضرب ولكن ما كانش ضربه مبرح اشتيمة الاحساس ان هي بس متاخدة كزوجة علشان ارضاءا لرغبته فقط لغير وارضاءا برضو لي ان هو يكسرها في وقت معين وده جواز ولا ده ايه اسف الاب والام اللي بيضغطوا على ولادهم سواء ولد او بنت ان هما يتجوزوا زيجات معينة ينفع كده في الوقت اللي احنا فيه ولا ما ينفعش طب نفكر اللي احنا نرضي الاهل ولا نرضي نفسنا ونرضي رغبتنا ونرضي قلبنا طب الاهل الامة او الاب للوقت ممكن يقولوا ايه احنا اللي حطينا بنتنا في الوضع ده ولا كانوا هيقولوا احنا كلنا بنفكر ان هي تبقى في مكان وحاجة احسن من اللي هي موجودة فيها التفكير في الموضوع مرعب لو فكرتوا فيه ولو دخل الموضوع ده جوه العقل البنت او الولد ممكن يتوه في وسط كل الاحداث ده الرأي يا ريكم لحضراتكم والناس كلها بتسمع اراءكم وبتتقرأ كل تعالي اتوا نبقى مع الاب والام ولا نبقى مع نفسنا ونفكر في احوالنا وفي دنيتنا وكل واحد شايد اربع معينة تخر عليه هو فقط لغير رأيكم ان البنت دي تكمل في الزيجة ولا زي ما قالت ان هي راحت محكمة القصة عشان تطلب الخلع للضرر النفس اللي حصل لها بعد الجملة دي وحست بالكسرة بعد بتجوزت الشاب ده رأيكم يهمنا سلام علي